الفاصل كان فيه سؤال طفل عنده امساك براء 4 سنين عنده امساك مزمن بقاله سنة الامساك ده حاجة مقلبة جدا لو حد فينا جرب انه بقى عنده اسبوع واحد امساك ده حاجة في منتهى الالم لان ساعات الامساك البراز الناشف ده وهو نازل يجرح فتحة الشرق يامل حاجة اسمها شرخ الشرخ ده من اشد الاشياء الما تبصت لا العيل يمسك نفسه مش عايز يتبرز لانه فات بتجربة مقلبة ان فيه شرخ يبقى الامساك عمله شرخ والشرخ يعمل له امساك دير عمالين للف جواها وتسبب ألم شديد للطفل ساعات باشوف اطفال يعيني عايز يتبرز ويقعد يتنطط 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 في القوضة عشان ينزل حتة براز تجربة في منتهى الالم تعمل ايه ابنك لو جاله امساك اول حاجة الوقاية خير من العلاق ادي السوائل كتير للعيل ايه مية كتير في الصيف عشان المية دي تفك البراز من بعض وكده هم يحصلوش امساك طب حصلو امساك تعمل ايه تزود كمية السوائل وتدلو اكل ملين ايه الاكل الملين الاراسيا الاراسيا نسلق ونضرب في الخلاط وندي ارسيا برتقان ملين السكر البني فيه سكر اسمه سكر بني اللي هو سكر البنجر تلاقيه في اي سوبر ماركت كبير تحلي بيه الحاجة السكر البني ده اللي هو سكر البنجر ده سكر صحي جدا وملين يبقى انا احل الحاجات بتاعته بسكر بني يبقى ادلو ارسيا ادلو برتقان ادلو كوسة القوصة دية مرضو ملينة طيب وقد دي له كمية سوايل كتيرة وقد دي له دواء ملين ما يكونش ايه ما يكونش فيه مشاكل زي ايه زي الدفلاك اللاكتيروزي الحاجات دية دي له عبارة عن مية بسكر قد دي له كميات عشرة سنتي مرتين تلاتة في اليوم وانت تزبط الجرعة تزبط الجرعة ازاي ان انت ممكن تزودي وتقللي لان الدواء ده ما هواش مضادة حية ويعني ليه جرعة معينة لا مالوش جرعة تزودي وتقللي تدلو عشرة سنتي مرتين لقتي بيعمل خير وبركة ما بيعملش تخليهم تلات مرات لقتي بيعمل تخليها يوم بعد يوم ولبالك يبقى انت تزودي جرعة الدفلاك وتقلليها حسب الاستجابة بتاعة الطفل سعدت فيه اطفال يتحتاج حق نشرجية في البداية لان القولون ده اتنفخ بقى عامل زي الايه الاستيك لما تشديه قوي يرخرخ فالقولون اتنفخ يبقى انا اعمله حق نشرجية اول يوم ولا يومين افضي البراز ده وارجع القولون لطبيعته واكمل بدود الدفلاك او الاكتيولوز او اي مركب من المركبات دي البدائل دي ادلو عشرة سنتي مرتين تلاتة في اليوم وبلاش نستخدم اللبوس بصورة منتظمة لان بيحصل الارتباط شرطي للعيال ان هو ايه كل يومين مستني اللبوس عشان يعمل يبقى انا بلاش الارتباط الشرطي بتاع اللبوس ده ازود السوائل ادلو الدفلاك اعمل له حق نشرجية في البداية عشان عشان افضي القولون واماشي الدفلاك فترة شهر شهرين الدفلاك بقلوش مشاكل خالص الدفلاك امان لان ده عبره عن مية بسكر لو لقيت في دم في البراز تديله كريم موضوع كده حاجة اسمها لجنة وكين ولا حاجة عشان الطفل ده حصله شرخ تحط الكريم كده تدينيه على صباحك وندخل صباحنا في فتحة الشرق ونسيبه شوية نص دقيقة ولا دقيقة علشان الكريم ده يوصل للشرخ يلتائم وفي نفس الوقت العضلة بتاعة فتحة الشرق دي بتوقع مسكة او في الاطفال اللي عندهم شرخ فانا برخرخها شوية على صباحي واسيب صباحي شوية وطبعا تقص ضوافلك ما ينفعش تتعملي كلام ده وانت عندك دفر كبير عشان ما تجرحيش العيل تقص ضوافلك تحط كريم اللجنة وكين تدخل صباحك في فتحة الشرق وتسيبه شوية مرتين تلاتة في اليوم ده يخلي الشرخ يلتائم والطفل يرجع لطبيعة وعملت الكلام البسيط ده اسبوعين تلاتة ولقيت التفلي لسه ما بيتحسنش ما لازم بقى نبص عليه ونبص عليه دكتور اطفال ودكتور جراحة اطفال عشان نستبعد بعد الشر وجود اي عيوب جراحية يبقى تبدأي بالحاجات البسيطة اللي بقول لحضرتك يا مبارأ استجاب اسبوعين تلاتة خير وبركة ما استجابش هاتي نبص عليه على الرحب والسعة